السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي في التوريال ده هنتكلم عن نظام انشاء مختلف في طريقة البلطات يعني بلطة مختلفة بتكون لها سمك معين بتريح كل الناس يعني المعماري بيرتاح الانشاء بيرتاح الراجل حتى اللي بينفز الفورما الخشبية بيرتاح لانها تبقى حاجة واحدة ما فيهاش اي كاميرات الانشاء بيرتاح في ايه ان هو بيدخلها كلها كده زي ما هي على الساب او اي برنامج تحليل انشائي يطلع المومنت يحط على طول التسليح ما فيهاش اي تفاصيل ما فيهاش ديزاين لكاميرات ما فيهاش اي حاجة نوع بسيط جدا في التصميم نوع بسيط في التنفيذ في الموقع بيبقى بفورما خشبية بتبقى حاجة واحدة كلها حاجة مستوية ما فيهاش اي صوت اي كاميرات ولا فيها اي حاجة المعماري كبان بيرتاح لان هو اصلا اللي بقي داي المعماري من الانشاء اي هو وضع الكاميرات الكاميرات والاعمدة ما يحبش يكون فيه اي كاميرات او اعمدة فكده وريحهم كل الكاميرات اي باستخدام الفيلات سلاب اي هي بس كل الحكاية مكلفة على المالك هتكون مكلفة لان هو اي بيستخدم اي طبقتين حديد شبقتين فده طبعا بيكون مكلف غالبا بيكون مرة ونص اللي ايه السولد اسلاب ليه لان السولد اسلاب بيكون فيه شبكة واحدة شبكة حديد واحدة الفيلات اسلاب فيه شبكتين طبعا وكده اضعف لا مش اضعف لان بقى فيه كاميرات في السولد اسلاب ايه بتبرضو بقى لا تاسليح فغالبا مرة ونص من السولد اسلاب اي طيب البلطة دي زي ما اتفقنا كده ايه وبردو كمان هي بلطة ايه من اضعف اضعف من من الانواع البلطات التانية لان هي مش متحوطة بكاميرات فايه فايه ممكن نسبة ان هي هاتقيت حصلها سوي عليان هي تيجيت هاتقيت يمين واشمال مع الليه مع الاح مال الجانبين طيب اه السمك زي ما احنا شايفين مية وستين مية وتمانين ميتين ميتين واربعين ميتين وخمسين ميتين ويتمانين لغاية تلتمية ما بتقلش عن كام عن 150 طيب العمود التخانة بتاعت العمود هنا بتفرق قبل كده كنا بنقول لك حجم 250 لا هنا بنقول لك 300 مش اقل من 300 ليه لان بيحصل برضو حاجة من عيوب الفلات سلاب ان هو ممكن يحصل بانشنج للسقف يعني العمود يخترق السقف نتيجة الاحمال العالية ما فيش كاميرا تلغي البانشنج لأ هو العمود منه للسقف على طول فممكن ايه نتيجة الاحمال العالية يحصل بانشنج طيب فعشان كده بنحاول نزود سمك العمود طبعا انت لما يبقى حاجة زي ورقة مثلا ورقة ومتشال على دبابيس ممكن بسهولة جدا يحصل اختراق للورقة دي لو الاحمال العالية طيب لو الدبوس ده طب امتى ما يحصلش الاختراق ده لو الدبوس ده مبقاش دبوس معناها ان السمك بتاعه كبر او الورقة ما فقتش ورقة بقت كزا ورقة فوق بعض طبعا الاختراق هيقل فده اللي بيحصل وده اللي بنعمله كده قلنا الدبوس ده ما يبقاش دبوس فيبقى كبه يبقى 300 ملي متر اقل حاجة 300 ملي اقل بقعد في العمود طب تمام وطبعا نزوده كمان لو حصل بنشنج نزوده عن 300 طيب ايه تاني حل يلغي يلغي البنشنج حاجة اسمها دروب بانل لو عملت يعني هو العمود لما بيجي يخترق السقف يخترقه في بقعد دي على الاتنين من ايه من وش العمود فلما هتجي على بعد دي على الاتنين واللي وتلاقي السمك السقف صغير او دي على الاتنين دي اصلا بتديك مساحة صغيرة دي على الاتنين بتديك مساحة صغيرة انت بتبعي دي على الاتنين طب دي دي صغيرة اصلا تمام فانت ايه فانت بتحاول تكبر الدبس اللي فوق مين اللي فوق العمود وبتريد باستخدام دروب بانل طيب لو الموضوع طريع يعني ايه برضو دروبانل دي ما وفيدش بالغرض انت ممكن تعمل كولوم هيد كولوم هيد بتكون بتشيل اكتر بتخلق بتسمح لك بالنهاية بتلغي البانشنج اكتر من ايه من دروبانل طيب الموضوع بقى كبير خالص والايه واللودز كبيرة عالسقف فانت بتعمل ايه دروبانل و كولوم هيد طبعا لو دي بتشيل واحد و دي بتشيل اتنين يبقى الاتنين مع بعض ويشيل تلاتة تمام تمام طيب دلوقتي في ايه في طرق لحل الفلات سلاب ايه هي الطرق اربع طرق في الامبيريكال ميسود دي ان هم عملوا تجربة وجابوا الفلات سلاب عملوا يعني الفلات سلاب صغير مصغر بابعاد معينة و كده وابتدوا يحملوه يشوفوا الكسر عند لود قد ايه وكلام ده وابتدوا طلعوا بايه بطريقة معينة للحل اسمها الامبيريكال ميسود طيب الإكويفلانت فريم ميسود دي بقى ايجزاكت ميسود دي بتقوى معتمدة على الستركشور تاخد ايه بتحلها استركشور تطلع مومنت و تطلع تطلع المومنت التاع و تبتدي تسلح و تبتدي تتعامل بس تطلع مومنت ايجزاكت طبعا بتطلع بتاخد شريحا من المبنى كامل و تبتدي ايه فريمات فوق بعضيه و تبتدي تحلها استركشور طبعا دي حل مرهب جدا و ده مش هناخد احنا مش هناخد غير الامبيريكال ميسود بس برضو ن بقى عارفين اسماء الحاجات التانية و عارفين ماشي ازاي شوية عشان خطر باشمهندس يعني بيحب يخلين انا بقى عارفين كل الطرق عشان خطر ايه مشكورا يعني ربانك ماشي الامبيريكال ميسود دي بيبقى ايه خط كسر انت بتفترد في البلطة خط كسر دي للبلطات اللي ايه اللي ملهاش شكل محدد اللي فيها كيرفات اللي فيها اشكال غريبة انت محلتاش قبل كده في انت بتفترد شكل الكسر و بتجيدي بعد كده بايه بتعمل معاها اسلا ما خدماش الطريقه دي بس ايه دي بافتراض خط كسر للبلطة بعد كده بتبتدى تبني شغلك على الخط اللي انت افترد طبعا لها شروط معين دي خدناها برضو دي بتكون ايه كيف ايه على ايه على اللينز بين وبتكون متريكس دي بقي فيها المودلس 060 يعني حاجة اساسية والابعاب بتاعت القطاع الاريا وكده ودي ماتريكسيز وكلام الفاينايت الميسول دي دي طريقة اللي بيحل بها الساب وبيحل بها ايه اللي هو البرامج التحليل الانشاء ودي برضه بتبقى حاجة مرادقة جدا لما بيكون حاجة كبيرة يعني لما بقى مونشق كبير وقال بتعمل متريكسيز كتير وكده فده بيقى حوار انما احنا مش ناخد حاجة غير نوع واحد هو الامبيركا الميسود ان شاء الله يكون بسيط دلوقتي نبتدي في الامبيركا الميسود اهو ليه كونديشنز معينة طبعا زي ما اتفقنا ان هي كانت تجربة تجربة في المعمل فالتجربة دي كانت خضع ايه خضع للشروط معينة ابتدأ وعمل شروط فانت عايز يوصلك عشان تحل بالامبيركا الميسود لازم تحل تخضع لنفس الشروط اللي هو كان عملها في المعمل زي ايه زي بيقولك اقل حاجة تلاتة سبنات فور ايتش دايريكشن لازم يبقى فيه ثلاثة سبنات في الاكس وتلاتة سبنات في الوعي اه طيب دلوقتي انت اصلا بتعرف الشروط دي ليه اولا كده كده اللي هاجي لك هتستخدم الامبيركا الميسود لان انت بخدتش غيرها ايا كان الفلات سلاب اللي هاجي لك هتستخدم في الامبيركا الميسود بس ده لمعرفتك الشخصية ثم ان ممكن برضو يدخلها لك بصغة ايه نظري او سيبك من النظري حتى لو النظري مش جاي فيه طريقة معينة لبشوانس قال لك ممكن مسعلا يجبها لك وهنقولها دلوقتي وهنوضحها فانت لازم تكون عارف كلم اللي بكلم فيه دلوقتي 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 قال لك اتليست سري سبانز فور ايتش دايريكشن يعني في اتجاه الواي فيه تلات تلات بكيات وفي اتجاه الاكس فيه تلات بكيات طيب الفرق بين اي بحرين متجاورين لا يتعدى الخمستاشر في المية في الطول طبعا طول البحر بتاعنا نرسم كده يعني البحرين ده بحر كده دي بكيات ما بين عمودين يعني وبين سبورتين طيب ودي بكيات جنبها على طول المفروض دي اللي هي اللي هي اللي جوه دي متزدش عن دي بخمستاشر في المية اكسر حي خمستاشر في المية ما تعدىش الخمسة العشرة في المية انا ااسف انا ااسف دي دي عشرة في المية دي مش خمستاشر في المية انا ااسف يبقى كده الاقصى اه اختلاف يكون عشرة في المية مش اكتر من كده طيب الفرق في الطول بين بحرين غير متجاورين يعني انت خدت شريحة في الاكس مسلا بحر هنا ده 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 دي بكيات ودي بكياتانية خالص بعيدة عنها خالص كل البعد يعني دول كلهم مجموعة بكيات اي لو خدت اي بكية مع اي بكية تانية ما المفروض ما يزيدوش عن جام عن عشرين في المية طيب الكلام ده ممكن يجيبه لك ازاي في الامتحان سيما اتفق انه مسلا مش هيكون في نظري ولا اصلا عندك ااا ميسو التانية عشان خاطر لما تلاقي الشرط ده ما تحقاش تقم داخل على ميسو التانية طيب هيجيبه لك ازاي ممكن مسلا يجيب لك ايه يجيب لك اطوال بكيات جنب بعض بس في طول مش موجود ويقول لك افترض ان هو اقصى طول مسموح بيه وكمل حل المسألة طيب ازاي قلنا الفرق في الطول بين اي بكيتين باي بحراتين غير متجاورين عشرين في المية طيب تمام يعني انت مسلا عندك اللسبان ااا اللسبانات مسلا تلاتة 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 كلهم تلاتة متر طيب البحر التالت ده البحر قصد البحر اللي هو مسلا اللي انت مش مديك اللينس بتاعه تبتيت تعمل ايه تضرب التلاتة في واحد بوينت اتنين كده انت تبقى عملت ايه كده انت تبقى جبت اقصى طول مسموح بايه تمام فهو ممكن يجيبه لك بالصيغة دي بس يعني غالبا مش بيحور كتير انت مبقاش فيه تحويرات كتير يعني في في الامتحانات دي نبتقى ابسط ان شاء الله من كده بس ده يعني بيعرفنا على ايه على الشروط اللي انت تستخدم بها طيب بيقولك اكس على ال ما تزدش عن ااا واحد في المية ااا عشرة في المية يعني زير بوينت وين لها عشرة في المية طيب ازاي اللي هو اصلا ان العمود يبعد عن المكان بتاعه بتاعه يعني تقاطع الاكسين اقصى حاجة عشرة في المية طيب ممكن يعمل كده ازاي برضو برضو نفس الكلاب ممكن يجيب لك بعد العمود عن الاكس قيمة اسمها اكس هيقولك في تورد مثلا اقصى قيمة الاكس وكمل حل المسلا طيب اقصى قيمة الاكس دي اللي هي كام اللي هي زيرو بوينت وين في ال ال يعني زيرو بوينت وين في ال ال يعني لو اللي ده عندك الباكية اللي هو اللي ده اللي هو المسافة بتاعت الباكية في الاتجاه اللي اتحرك فيه لو اللي دي مثلا خمسة يبقى اقصى مسافة الاكس نص متر تمام طيب اا بيقولك لابد ان يكون لابد ان تكون البحور الخارجية متساوية او او تكون اقل من البحور الداخلي يعني البحور الخارجية ما ينفعش تبقى اقل من مين اا ما ينفعش تبقى اكتر من مين البحور الداخلي دي برضو اشتراطات اشتراطات علينا بايه الامبيركا الميسو عشان خاطر تطبع طيب دلوقتي خلاص ده احنا كده عرفنا الشروط بتاعت الامبيركا الميسو طبعا شروط تعجيزية صعب ان هي تتوافر في بلاطة اا 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 في منشأ مسلا ساكنية في اي منشأ مش هونسك بقولك مسلا في اا في السجون مسلا ما فيه عندهمش مشكلة خالص ان هو هيعملوا النظام ده انما في اماكن تانية لا هو مش عايز كل الاوض قد بعض مش عايز الاختلاف في البحر يكون اقصى حاجة عشرين في المية لا هو عايز يعمل ريسيبشن كبير وعايز يعمل اوض تانية اصغر بكتير من ريسيبشن او عدو نصه او اقل من نصه كمان عايز اقل من نصه بكتير يعني المساعات غير متساوي عايز يعمل ريسيبشن كبير عايز يعمل اوض اصغر منه عايز يعمل الحمام مطبخ اصغر من كده فكده هتلاقي ايه البكايات اا غير متساوية خاص فطبعا الحكاية دي بتتدي تحلها على ايه على البرامج اللي تحليل الانشائي وتجيب المومنت وتتعمل ديزاين بتاعك لو هتستخدم الامفاينايت لو هتستخدم اقصد مش تعرف طبعا تحل حاجه زي كده فانت دلوقتي ايه قدامنا ايه مسألة design the following slab given that FSU مدهولك بخمسة عشرين ميجا بسكال ال F اللي مدهولك ال H floor اللي هو الارتفاع الدور مديك live load مديك الفلور cover طيب واحدة واحدة كده نبتدي ايه نشوف هنعمل ايه مديك البلان ايه اللي في اتجاه Y المسافات سبعة متر سبعة متر سبعة متر في اتجاه X ستة متر ستة متر ستة متر طبعا انت كده لما تلاحش لما تاخد اي شريحة هتلاقي الاختلاف في الاطوال يعني ما فيش خالص تمام طب ده حاجة كويس طيب دلوقتي ايه الايجابة بتاعتنا او الخطة بتاعتنا من من الخضوات عندنا زي اي سلاب كنا بنحله بنجيب dimensions طيب dimensions هتكون ال ts عندك ايه سمك السقف طب سمك السقف بيكون ايه اه دي جدول في تفهم منه زي تجيب سمك السقف الجدول ده بيقوللك بيقوللك لو هي بكيا داخلية يبقى ايه ال L على ال 36 تاسم ال وزاوة دروب بانل تاخدددددددد طب لوز ببانل بتاسم ال L على ال 40 اناкр بال انا من الكلام ده طب الاكستيريور لو هي بكيا خارجية وزاوة دروب بانل بتاسم ال L على 32 وثلاثين. طيب انهي ال اكبر ال. تشوف الاكبر ال في الباكية. يعني دلوقتي هنطلع ونطبق الكلام ده على اللي عندنا. طبعا هي وقا عندنا هنا مفيش مارجنال 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 اه مفيش اقصد اه دروبانل. معلش اه دروبانل طبعا لو كانت موجودة كان هيبقى ايه عاملك حوالين العمود دروبانل كده اه خطوط كده يعني مربح حوالين العمود. فكده معناه ان فيه سقوط دروبانل. طيب حاجة تانية مينفعش تقل عن مية وخمسين ميلي. يعني سمك البلاطة مينفعش تقل عن مية وخمسين ميلي. طبعا الكلام ده جيبه من فوليوم تو اه كتاب دكتور مشهور غنيم صفحة مية وستة. تقدر اي حد يدر يدخل ويشوف الكلام ده. ماشي. دلوقتي تعالوا نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده. طب هل اه هنشتغل على الباكية الداخلية ولا الباكية الخارجية. طب عايزين نبقى عارفين دي باكية خارجية لانها ممكن تبص على الشارع من هنا. دي باكية خارجية لانها تبص الشارع من هنا ومن هنا كمان. طيب دي باكية خارجية. اهو من هنا ومن هنا. طب دي باكية خارجية. طيب مين فيهم الباكية الداخلية ما فيش غير دي هي اللي باكية داخلية. اللي هي ما بتبصش على الشارع فاي اتجاه. انتفقنا? طيب. كده احنا عارفنا الباكيات الداخلية والخارجية بتاعتنا طيب قلنا لوباكية داخلية تقسمها تقسم ال ال الكبير بتاعها على كام على 36 ولوباكية خارجية تقسم على 32 بتاخد الطول الكبير وتقسم على 32 او 36 عملنا كده لقينا طبعا لما تقسم على 32 يديك رقم اكبر اللي هو كان 218.75 طبعا كنت تقدر تقرب لمتين وعشرين بس احنا قربنا الكام لمتين واربعين ليه؟ علشان بس نتغاضى نتفادى البانشينج كده كده هيحصل البانشينج كمان كده كده اسناء المسألة لما نجي نحسب هنلاقي ان فيه وجود بانشينج انما طبعا كلما زودت السمك كلما ايه احتمالية وجود بانشينج هتقلم حك طيب كده ايه؟ يفترضان 240 لتقليل البانشينج طيب مش نكمل وبعد كده هندخل على الكولوم دايمانش دلوقتي دايمانشان بتاعت الكولوم احنا هنحسب دايمانشان بتاعت الكولوم طيب احنا هنحسبه ازاي بتجيب اما 300 اما اتش فلور على 15 تشوف ارتفاع الدور وتقسمها على 15 اما اللينس على 20 طب انا اللينس اللي هو برضو زي ما اتفقنا للطول الكبير بتاع اي باكي بتاع يعني اكبر طول في الباكياب بتقسمها على اي كام على 20 تجيب ايه؟ تجيب تجيب البي بي اي بي تعمل له مثلا 400 في400 ليه 400 لان هو هفتلك بدل 350 البي انا اخدناها 400 طيب ممكن تعمله 400 و تعمله ماما او اكتعمله احمل بس مهم كم تبقى عديت 350 اتلاقت لك دي بس تاخد بالك من شرط كمان ان التى ما تبقاش ازيد من خمسة بيه ليه لانها لو بقت خمسة بيه او ازيد كده بقت تتحاول تشير وول ده مش ايه ده مش عمود عادي هتتحاسب بقى تتحامل معاملة شير وول مش عمود عادي ماشي اللودز هنبتدي خلاص كده انت ايه جبت الديمينشنز اللي انت محتاجها اللي هي ديمينشنز سمك السقف وابعاد العمود طيب لودز دلوقتي هنحسب اللودز واحد واربعة في الديد لود زائد واحد وستة في اللايف لود كلام العادي بتاع كل مرة طيب بس فيه اختلاف فقى معلش ايه الاختلاف عندك عندك دلوقتي الحيطة متحملة على السقف على طول الحيطة مش متحملة على كاميرات طيب الحيطة لما تتحمل عا السقف هتتعامل ايه انت عايز توزع حمل الحيطة دي على السقف بالكامل هتجيبي الانويت بتاعت الحيطة الواحدة بتاع المتر من الحيطة وتضربه في مجموعة الاطوال اهو يعني الانويد بتاعة الحيطة عبرها عن ايه جاماز في البي وول في الاتش وول ضربتوا في الانس كده انت تجيبت احمال الحيطة بالكامل على السقف طيب مجرد معسامتها على الاريا كده انت جبت المتر المسطح عليها ديلوت طيب كويس طيب الكلام ده ده اللي بيتعمل في الحقيقة ده لما بيجي لك بلم اماري تبتدي تشوف الاوزان الحيطان اللي هو حاططها وتستعمل الكلام ده طيب انت في الامتحان مش هجيب لك بلم اماري وهجيب لك بلم انشاء على طول وتتعامل طيب ايه اللي يحصل ساعتها انت بتعمل تعمل تعمل للوال لود من واحد ونص لاثنين كيلو نيوتن على الميتر سكوير اتفقنا اتفق طيب يبقى دلوقتي عندنا الو بتاعت الاسلابة بتاعتنا الو ultimate بيساوي واحد واربعة الديد لود اللي هو ايه اللي هو زيلو بوينت اربعة وعشرين في خمسة وعشرين ده اللي هو جاي من السقف زائد اللي هو واحد ونص زائد زائد اتنين اللي هو ايه وزن الحواط اللي انت عامله assumption زائد واحد وستة في اللايف لود اللي هو ثلاثة يطلع لك كام 18 بوينت واحد ده 18 بوينت واحد كيلو نيوتن على الميتر سكوير ده ايه الوزن الاسلابة ultimate خلصت وعرفت اللود البتاعك على الاسلابة تبتدي ايه على فكرة خطوات بسطة جدا واسهل كمان من ايه انا شايف لو حد دلوقتي اسهل من 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 السول اسلاب ومن الهولو بلوك طيب دلوقتي الستريبس اند ايه اند مومنتز دلوقتي اقتلي بقى تقول ايه تاخد ستريبات في حاجة عندك اسمها كولوم ستريب وفيلد ستريب ايه كولوم ستريب وفيلد ستريب دي دي شريحة فيها الاعمدة وشريحة فيها ايه اللي هو ما بين العمود والعمود طيب شريحة العمود بتكون ادي ايه دلوقتي دي شكل الاستريبات قدامنا بزي ما في استريبات رأسية كده في استريبات طبعا عرضية بس انا طبعا مرسمتش كله عشان خطر ايه ايه تبقى واضحة طبعا برضو فيه هنا كده كولوم ستريب المنطقة دي وفيلد ستريب ببقى كده كولوم ستريب كده برضو هنا مفروض بيقى في اتجاه الطولي واتجاه العطي بس انا ايه اقلت بس عشان تبان فعملت في اتجاه وايه بس طيب دي لوقتي انت واحب بتحل بقى خلاص عملت الفيلد ستريب والى uh والا والاكولوم ستريب بتاعتك وناخد بالنا ان من على الاطراف بتكون كولوم ستريب على الاثنين لان ما فيش ناحية تانية ايه تعمل عليه ماشي دلوقتي انت أخدت مسلا الاستريب بتاعتك هنبتدى نشوف طريقة الحل بتكون ازاي ناخد بقى الستريب طالو ما انتك عملتها طولي كده عملت الاستريبات بطاعتك طول كده ثم واخد ايه تقوم عامل واخد شريحة عرضية مثلا هنا كده وتبتدي تجيب المومنت عندك فانت بتخدم كل واحدك لانها سمبل سبعة متر تمام مش سبعة متر بقى انا ناسف ستة متر بس ستة كم متر دي مش ستة متر وبس ده بقى ايه بتقلل تشايف الطول بيبقى ايه بتنقص منه اثنين على التلاتة في ايه في الده دي دي اللي ايه ايه البعد الصغير من العمود تمام نتيجة وجود العمود يعني العمود نفسه ما هو العمود يعني هو العمود عشان خطر واخد اريا مش مش هو مش المساعة مش ستة متر كاملين صفين بيكونوا عليهم اللوت فالستة متر تطرح منها اثنين على التلاتة في البعد الصغير طبعا ده كده الطول طيب بالنسبة للوزن الوزن ده موزع موزع الاريال اللي هو 18 بوينت واحد. طب انت عايز تجيبه موزع على طول واحد فتقسم فتضرب في الايه في الطول التاني اللي هو السمعة متر ده. ده ربط في سمعة متر انت كده جدته ايه? جبت الوزن موزع على الطول. تقسمه على خمسة بوينت سبعة تلاتة خمسة بوينت سبعة تلاتة دي اللي هي ايه? اللي هي بارة عن ستة متر ناقص اثنين على تلاتة في البعد الصغير اللي هو كان 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 زيرو بوينت اربعة. تمام. تعرف بسهولة جيبي المومنت دابلو اللي سكوريه على التمانية جبت الام نود. طب هل الام نود دي اللي هنصنب عليها? لأ طبعا هنشوف دلوقتي ايه هيتم. جبنا الام نود. دي كانت كده واخد سمبل اسبان. طيب دلوقتي في برضو في نفس الكلام هنعمله في اتجاه واي. بس تتعكس حاجات. اتقول ايه بقى اسمه ايه انت في اتجاه واي? بقى الاسبان بتاعك هو سبعة متر سبعة متر سبعة متر منه. اتنين على ثلاثة من البود الزهار من العمود هتطلع لك كام ستة بوينت تلاتة وسبعين. طيب ايه الوزن هتجيب تمنتاشر بوينت واحد تضربها في مين? تضربها في الستة متر عشان قادر توزعه على الطول اللي هو سبعة متر. تمام? يا رب يكون الكلام ده فيهم. الام نود هيكون ايه اباره عن ده بيقيل اسكوريه على ثمانية برضو على كام.ām مائة وخمسطاشر كيلو نيوتون في المتر. ماجي دلوقتي عا تبتدي إن تشوف عاشق ترسم بقى Avec seinem بتاعتك في الآيين وفي الوايا ديركشن طائم دلوقتي ايه القيم دي طيات الكود لازم تستخدمها. زيروا بوينت خمسة عشرين للإم نود. س이�نه زيروا بوينت خمسة ل coinc làn nōد. هنا زيروا بوينت خمسة لإم نود. هنا زيروا بوينت خمسة عشرين؟ تحت أرقام كده وقيم دي في كلهم ودي في الايه في الطريب. طيب عايزين نتحدث ب اهو christmas để thoughils, selling opinion being done here seven weeks. لو طال �eh employed let the moment 30%. تاني النيجاتف التانية يعني دي النيجاتف ديه على الاطراف الطرف خالص اللي هو مكان الـ WL-Score على الـ 24 وWL-Score على الـ 24 تبتحط القيم دي طيب بعد كده البوستف اللي بعدها هو بيكون 30 بعد كده النيجاتف اللي بعدها بيكون كام بيكون 50 بعد كده في الانتيريور بقى كل واحدة انتيريور باكية داخلية هتلاقي 45 نيجاتف 25 بوستف 45 نيجاتف 25 بوستف طيب حيل واوي دلوقتي احنا ما عندناش اصلا ما عندناش غير باكية داخلية واحدة اللي هي دي اللي هي البوستف اللي هو هتلاقي نحصت كام 25 ام نوت طيب دي تبع ايه دو كله تبع الـ exterior ده كله تبع الـ exterior وهو القيمة دي بس اللي اخدنا من الانتيريور تمام على عم دي ده الجدول ده لازم نكون عارفين كويس الارقام المومنتي دي للايه للكولوم ستريب والفيلد ستريب بس ناخد بالنا من حاجة فعندك كيس ايه وكيس بي ده في وجود مارجنال مارجنال بيم ايه هتلاقي نتكتب لك هنا كنت ناس هكتبها في كتابة وورد كده آآ وزاوت مارجنال بيم هتلاقي ايه اللي هيتم وزاوت مارجنال بيم هيبقى عندك آآ اللي هو النيجاتيف اللي هو عالطرف خالص خمسة وعشرين في المية طيب طيب باسمو ايه ده معاك بقى مارجنال بيم هتلاقي كام تلاقي عشوين في المية تمام ماشي طيب نفس الكلام الفيلد ستريب لما بيكونش فيه مارجنال بيم بتلاقي عندك اللي هو على الطرف خالص بتكون بخمسة في المية طيب لما بيكون في مارجنال بيم بتكون بعشرة في المية ماشي دلوقتي هندخل في توريال 14 توريال 14 كان تكملة المسألة اللي خدناها في توريال 13 دلوقتي دي الاسترباب بتاعنا حطونا عليها المومنت طب ليه مش مكمل قيم المومنت لان ايه هي عبارة عن معص طبعا يعني ايه اللي خدته دي قيم هنا ميرور يعني دا القيم دي اتبقى هي اختها ايه ناحية تاني طيب دلوقتي عرض الشريحة بتكون قد ايه هو الكود بيديك او القيم اللي انت عتحل بقى بتاع الكود دي بتبقى عبارة عن ايه معوض هو بقيم الشريحة بقى النص والنص يعني انت عندك كانت في الواي اتجاه واي كانت 6 متر كانت ايه لمسافات كانت 6 متر طيب دلوقتي انت مسلا يبقى الشريحة بتاعتك قد ايه بقى الكولوم سترب beat 3 متر والإيه والفيلد سترب beat 3 متر خدتبقى لك تمام ركز بقى في النقطة دي تامين دلوقتي دي المومنت نتيجة ان ان السترب beat 3 متر والسترب التانية 3 متر طيب تعال بقى نحسب بالحقيقي هل الكولوم سترب فعلا 3 متر وهل الفيلد سترب بتلاتة متر اه تعال اخ tampس بيبقى بتشوف الباكية بتاعتك بتشوف اللي فيها وتقسمه على الاتنين تمام بتجيب الباكية اي باكية من اللي هو من الصف اللي انت بتشغال فيه في الواي ده او غالبا كمان اصغر باكية واجيب اللي شورت وتقسمه على الاتنين وابتبقى كدا انت جبت الكولوم ستريب طيب طيب اصغر اصغر اللي وتسيموها على ايه على الاتنين زي ما اتفعل. يبقى كده جبت ايه جبت الكولومب ستريب. طيب الفيلد ستريب بتجيب الطول بقى بتاعك لو ستة متر تتطرح منه كام اللي شرطة على الاتنين ده اللي هو هالتلاتة. كده لقيتها بقيتها كمان تلاتة متر. تمام? لان هي اصلا كلها. مثلا انا احنا كنا في اتجاه واي. ما نشير? هنا في عمود. وهنا في عمود. وهنا في عمود. اتفقنا? طيب. قلنا كولوم ستريب بتاعتنا تلاتة متر يعني من هنا كده دي كلها كده تلاتة متر. معناها مشت واحد متر ونص فوق واحد متر ونص تحت. طيب ماشي. طيب. والكولوم ستريب اللي فوقيها برضو تلاتة متر. معناها نزلت واحد ونص تحت ونزلت واحد ونص فوق. طب تبقى المسافة دي كده كام? والمسافة اصلا ما بين العمودين كلها ستة متر. يبقى اه يبقى المسافة اللي جوه دي تلاتة متر برضو. لو حد يفهمش من شكل الرسمة اللي نرى سنتها دي في ايه عنده اهو القانون برضو يبقى عارفه اهو ايه لو هو يعرف يعرف طبعا يجيبه ده مش حوار خالص. جبت الايه ستة ناقص تلاتة. جبت الايه جبت الفيلدستريب. طلقت الفيلدستريب بتساوي الكلوم ستريب. يبقى كده خير طبعا. كده القيم اللي جابها لنا الكود قيم صحيحة. طيب نجي نبص ع لايكس دايركشن. اقص داييركشن جبنا الايه اه المومنتس. بناءن على ان الكولوم ستريب بتساوي الفيلدستريب. طبعا عندك للسبان كامل في ال ايكس دايركشن كان سبعة متر. يبقى الكولوم ستريب كام? ثلاثة ونص. يبقى الفيلدستريب كام? تلاثة ونص. ده على حسب القو Т. عملنا كده. طب تجي نحسب بقى القيم الفعلية لießen baked with it. تعالی نحسب الكولوم ستريب. الكولوم الستريب at الا الشورت على الاتنين ما اختلفتش في حاجة اللي هي كامل هي تلاتة نقول الشورت اللي في في البلاطة بتاعتنا هو كان ستة متر فتقسمه على التلاتة يبقى ايه تقسمه على الاتنين قصد يبقى ايه يبقى تلاتة متر طب تمام طب الفيلدستريب بيبقى الطول اللي انت فيه اللي هو سبعة متر بعد الوقتي تطرح منه تلاتة انت كربعة متر ايه ده ده كده الكلوم ستريب مش نفس مش متساوية مع الفيلدستريب طب نبتدي نعمل ايه لان هو الكود اصلا حاسب لك ان الاتنين بيساووا بعض طب نبتدي نعمل ايه ساعتها نحسب كوريكشن فاكتور ده بيبقى اعبار عنه الفيلدستريب الاكتشول اللي هي اللي طلع الحقيقية بقى اللي انت حاسبها دلوقتي دي اللي هي الكود تمام لو حد مطلقة من المسميات انا بتكلم عنه اربعة متر دي هي ايه الاكتشول دي اللي دي الصحيحة اللي تحتيها بيكون اللي الكود كان حاسب عليها انتفقنا طب ودي ده ما بتكون ايه بتكون اللي على الاتنين يعني هو اللي سبان بتاعك تسيمه على الاتنين ده الكود بيحسب عليه لو سبعة متر على الاتنين اللي هي تلاتة ونص اتفقنا ماشي اسمنا الاربعة تلاتة ونص جبناها كام واحد واربعة تشو كويس جدا دي بقى كده مين بقى المومنت اللي عايز يزيد ومين المومنت اللي عايز يقل طالما الفيلدستريب كان هو حاسب لك ان هي تلاتة ونص وبقت اربعة معنى ان هي تربعة معنى الشريحة ببدأ ما هي كانت تلاتة ونص بقت اربعة متر معنى ان اللود عليها زيادة نص متر زيادة نص متر زيادة في الشريحة دي. معناها ان في لود زاد على النص متر ده. طب تمام. معناها ان المومنت زادت. فكده نزود المومنت بتا ترفيل دستريب ونقلل المومنت بتاعة الكلومستريب. ليه نقلل المومنت بتا كلومستريب؟ نفس المنطق. هي كان هي تلاتة ونص انت غيرت حاسب لك على انها تلاتة ونص متر. بس هي في الحقيقة كم متر? هي تلاتة متر بس. طيب. يلا نعمل كده ونشوف ده يتعمل ازاي? دلوقتي جيبنا كوريكشن فاكتور بواحد بوينت اربعتاشر. معناها هنضرب كل مومنت في الفيلد ستريب. نضربها في كام? في واحد واربعتاشر. كده يبقى الستريب بتاعتنا بقيت كام? بقيت الستريب الصح اللي هي كام? ليه اربعة متر. طيب تمام. كولومستريب. دلوقتي كولومستريب لازم المومنت تعايقل. طب هيقل ازاي? ادي حاجة كده قانون كده. طبعا مجموع المومنت لازم هيكون هو هو نفس المومنت. لان في الاول والاخر مجموع الفيلد ستريب بزائد وكلوم ستريب كام? سبعة متر. ازا كان اربعة زي التلاتة او تلاتة ونص زي التلاتة ونص مش كده? تمام. يعني احنا متفقين ان مجموعة المومنت هكون متساوي. ايا كان لما تخليهم اربعة وتلاتة او تلاتة ونص وتلاتة ونص. يبقى تعالوا نعمل كده. يبقى نقول مجموعة المومنت قبل كده. اللي هو القديم بيساوي مجموعة في الحالة جديدة. اتفقنا? يبقى المجموع الاديم اهو. ده مجموع الاديم. بيساوي مين؟ مجموع الجديد. تمام? بس انت تقول يعني ايها ده مش مجموع جديد. ده ده كولوم سترب بس. اه. ما انا وديت سترب هناك بالنيجا المع平rd majativa طب ليه؟ عشان خاطر دي انا معلومة عارفها وديينا عارفها ودينا عارفها. طب ايه اللي مش عارفه كولوم ستريب ده اللي هجيبه? اتفقنا جيبنا كولو مسترب وزي ما Gonna احنا شايفين بعد ما جيبنا طبعا نهات في القانون ده نطلع عقيم اللي فوق عندنا دي. تمام? تمام. زي الفول. دلوقتي توصلنا لايه? لان احنا جيبنا المومنتس. دي خطوة كويسة جدا. نحنا كده خلاص اللي بقى لنا حاجات بسيطة خالص. الديزاين. الديزاين زي ما متعودين دايما. الدي بتساوي سي وان روت الام يو على الف سيو في البي. طيب. كويس او. دلوقتي هتبتلي تمام الايه? سيكشن وان. سيكشن وان انا اخدته اكبر مومنت. قمت مصمم عليه. الدبس بتاعي متين وعشرين. لان هو السقف كان متين واربعين. اطراح تمين وعشرين كافر. اه السي وان دي اللي مش عارفها اللي انا عايز اجيبها. المومنت اهي. الاف سيو اهي. بس في حاجة. البي بقى. البي دي حرد الشريح. حرد الشريحة اللي هي كام. اطلع فوق واشوف. انت اصلا في كل مستريب. واشوف انت كنت كاتب على الشريحة بتاعتك عرضها كام. واخده. ويكتب. وانك تكاتب كام تلات تلاف ميلي. طبعا لو انت في الشريحة بتاعت الفلد سريب اللي احنا كنا جايبينها لو علناها موديفكيشن دي. تبقى طبعا اربعة اربعة تلاف. اربعة متر. تمام? ماشي. طيب. دلوقتي جبنا السي وان. نقدر منها نجيبي جي. بعد ما جيبنا. بعد ما جيبنا من سي وانجيبنا جي. نبتدي نقدر نجيب ايه? نجيب الاريا ستيل اللي هي عبارة عن الاميو على الفلد في جي في الدي. بقى الاميو طبعا معك الافلد معك الجي دي لوقتي جيبتها معك الدي. طلع الاريا ستيل بتاعتك بستخب بالك الاريا ستيل دي لكم متر? للتلاتة متر. لو قصنت على التلاتة كده جبت الاريا ستيل لكل متر. اتفقنا? اتفقنا. طيب. اه حاجة كمان. الاريا ستيل مهم عمليا يعني في الواقع في الشغل بيكون كام? بيكون خمسة فاي عشر لكل متر. طب الاريا ستيل مكسيمون برضه عمليا عشرة فاي خمسة وعشري. ما بتزيدش عن عشرة اسياخ ما بتقلش عن خمس اسياخ. ما بتزيدش عن خمسة وعشرين. فاي خمسة وعشرين ما بتقلش عن فاي عشرة. انما طبعا لو عايز تحسب الاريا ستيل بالورقة او القلم اهو. ده عندك قوانين. تشوف الاكبر فيهم وده طبعا يكون المينوم بتاعك. طيب. لو شريحة عندك نفس العرض ممكن تعمل حاجة كويسة جدا. يعني انت عندك شريحتين ايا كانوا فلد ستربة او كلهم ستربة او ايا حاجة. بس مهم ايه? كلهم نفس العرض. ثلاثة متر ثلاثة متر ثلاثة متر. طب تقدر تعمل ايه? تقدر تعمل حاجة كويسة. تجيب المومنت بتاعك. وتسويه بالاريا. اه جبت المومنت بتاعك. ودك اريا معينة. طيب تمام. طب المومنت المختلف يديك اريا كام? تضرب دي على دي. خلاص جبت الاريا. بدلا ما تقعد تعمل خطوات الدزاين اللي اللي بتطاول معاك. وبعد ما تجيب السي وان. طب ليه? انت ممكن تعملها ايه? نسبة وتناسب بالمنظر ده. وبعدين ممكن بقى تبقى تحطها كده في جدول. تبقى شايف عرض الشريحة بتاعتك. تبقى عارف الاريا ستيل ايه? وتعرف البورز ايه? طبعا دي هتسهل كتير. على المصحح وابيره. وكمان انت كمان تبقى ايه شغلك منظم وتعرف تخلص فوقت اسرع. طيب. خلصت الدزاين بتاعك وعرفت خلص التسليح. دلوقتي مفروض ترسم. بس تخلي الرسمة بعدين شوية. بعد بس ما ايه? ما نخلص حوار البنشنج ده هتلايني ايه? سيب لك الرسمة في الاخر. نحظة كده تاكد بس. اه الرسمة موجودة. تمام. ماشي. دلوقتي اهل البنشنج. تشيك البنشنج. طيب البنشنج هتبتتعمل ايه? زي الشير بالزلط. كنا بنعمل ايه? بنجيب الوزن بتاع اللود اللي بيعمل لك شير. كنت بتاسمه على الابعاد المقاومة للشير. كلام ده كلينا فيه برضو في فانديشن بس هنعيده دلوقتي هنا. في الكونكريت. دلوقتي اه اللود اللي هيعمل لك بانشنج ده هيكون عبارة عن ايه? هننشوفه. طيب وبنقسم على الجزء اللي هيقاوم البنشنج. طيب ايه? ولا هيقاوم البنشنج? اهو. المحيط ده. ده هنا هيقاوم البنشنج. طب ما في بلطة جنبه. ما هو ما فهمه في بلطة هنا تمام? وهنا في بلطة ايه ودي هنا في بلطة ودي هنا في بلطة. ده هيقاوم البنشنج. 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 كل الاسطح دي. طب الاسطح دي تجيبها ازاي? مجرد ما انت جبت المحيط ده تضربه في الدبس كده انت جبت ايه? الاسطح كلها اللي هتقاوم مين? اللي هتقاوم البنشنج. طيب كويس. نبتدي نشوف في حاجة اسمها بيتا جديدة علينا دلوقتي. ايه البيتا دي? البيتا دي نتيجة المومنت. مش لو المومنت. لو حصل المومنت على العمود. معناها انه مثلا العمود يتحرك في هيخترق السقف في جزء معين. يعني مش كل بتاع العمود هيأثر في السقف. لا ده جزء منه بس. لو الموضوع لو لعب متخيله يبقى كويس. مش متخيله بصراحة مش قادر اوصل قوي في الفيديو للحكاية دي. كل الحكاية ان العمود بيميل. العمود هيحصل له مومنت فهيميل. فكده في جزء من العمود نزل وجزء طلع يعني كلمة كروس سيكشن المقابل للسقف على طول. فجزء نزل جزء طلع. كده معناها ان هو ايه? هيخرم السقف في حتة صغيرة ام اريا صغيرة. بقى هوا كده ده كده بيقرب لايه? النظريات زي ما باش مانس اقل دبوس. كده بقى دبوس اكتر. كده الاريا بتاعته صغرت الاريا اللي هتواجه السقف الاريا اللي متصلة بالسقف على طول. دي صغرت. تمام? طبعا ده حاجات ما تشافش بالعين. بس اللي هو ايه? معناها ان دي خلاص هتنزل ودي هتطلع فايه? فكده ايه عايز تختارك في جزء بسيط. طب كده ايه الحكاية? لو حكاية ان انت هتعمل ايه? هتدخل الفكتور بقى يعوض لك عن المونت دي. يعني هو قال لك بقى طريقة تقريبية بقى لاش ايه بقى تعقيد. طبعا الطريقة المعقدة والطريقة بالزبط يعني موجودة فيين في الكود. طيب انت دلوقتي عندك ايه بتقرب شوية وتشتغل على الطريقة التقريبية دي. بتبسترد حاجة اسمها بيتا. طب البيتا دي هتلاقي بنتكلم عليها. دلوقتي بيقول لك اهو اللي هو عبارة عن ايه طيب البيتا دي نتيجة ايه مومنت فكتور يعني. طيب لو هو في انت باخب بالك ان اللود عليه من كل اتجاه فالمومنت بيلاشي بعضه. فمش هيكون في مومنت كبير على العمود. فبيكون الفكتور واحد بوينت خمستاشر. طيب لو هو في هو في الطرف. لا بيبقى في ايه من ناحية اللود بيش لاشي بعضه. طب من ناحية التانية. لا في لود. طب من ناحية اللي برا. لا فراغ. ده هو ده. طب لما بقى في لود وفي فراغ كده معناها ان في مومنت. في حتة فيها مومنت وفي حتة فيها فراغ فكده معناها ايه. ان في مومنت هتولد على العمود. طبعا العمود هيحاول لاشي. يعني دلوقتي انت عندك مومنت وعندك الناحية تانية ففيش عجبة لاشيها. طب الا اللاشيها. عشان خطر يفضل 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 مفيش عاجة تلاشي. طب تمام. لقينا مومنت على الاسلاب. مفيش اسلاب جنبه يلاشي. طب الا هيجرى. العمود هيلاشي الباقي ده. يعني العمود هو المومنت ده يتتقل للعمود. طب ساعت هيبقى ايه? بقى في مومنت اعلى على العمود. فالبيتا دي بقت ايه? بقت واحد بوينت تلاتة. طب الكورنر الكورنر بقى في الاتجاهين. في الاتجاهين مفيش بلاطة تلاشي اللود اللي ناتج عنه. البلاطة اللي جوه. فبيضطر يشيلهم مين العمود. طب لما العمود يشيل بقى يشيل مومنت كبير. فهيكون كام الفاكتور بقى بواحد ونص. لازم طبعا تبقى حافز الفاكتور دي واحد وخمسطاشر واحد ثلاثة واحد ونص. ودي بتكون البيتا. واوة تنساهم. لان انا وانا بكتب وانا بحل التوتوريال ده كده مع نفسي. كتير نسيت البيتا. ليه? لان احنا مش بتعودين عليها. لان في الفاونديشن مش بتحصل. لان انت عندك عامل يعني ما بندخلهاش في اعتبارنا. استنى ما كنا منحل في الفاونديشن ما كناش مندخل حوار البيتا ده عندك في الاعتبار خالص. فدلوقتي ايه تاخد بالك منها وتبقى حافزها كويس. وما تنساش. حتة ايه? ان هو في السنتر ولا في الاتج ولا في الكورنر. ويدخل البيتا في اعتبارك. لانها هتفرق جدا. لان اللود عندك الكيو يو بي دي كبيرة اصلا. اللود كبير. فلما هيتضرب واحد وخمستاشر هيزيد. نضرب واحد وثلاثة هيزيد. تلاتين فلما منه قيمة كبيرة يعني. فانت لازم تخف بالك منها. ممكن تطلع معاك سيف وهي اصلا انسيف. تمام? تمام فما تنساش البيتا. ماشي. اه دلوقتي الكيو يو بانشنج اللي هو اللود بقى بتجيبه ازاي? بتجيب اللود بتضربه في الاريا لودد. كل الاريا اللي لعموتش عيلها. تطرح منه مين الاريا بانشنج. ايه هي الاريا بانشنج? الاريا اللي هي على بعد من كل ويش عمود دي على الاتنين. طبعا احنا اخدنا الكلام ده في الفاونديشن بس 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 برده عمله لنا مشكورا عمله لنا بصيغة اه تريح شوية. وهي كده كده الواحد مفروض دي يكون فاهم الكلام ده. بس الحكاية هي اهو بيسهل علينا كمان كل الحالات قدامك هي. كل الحالات قدامك هي. الحالات ايه اللي هو بيقول لك ايه? بيقول لك العمود لما يكون في النص يكون شايل مسافة الل واحد في الل اتنين دي كده بتكون الاريا لودت بتاعتك طيب الاريا بانشنغ بتاعتك بتكون ايه اكس واحد ف Mediterranean طيب اكس واحد ف vertically تطلع من وش العمود دي على الاتنين وتنزل من وش العمود دي على الاتنين فكده ايه يه هتلاقي الاكس واحد عندك بي بله دي ول WILL X اتنين بتاعتك ايه بلس دي طيب التازل يو بتساوي اثنين ليه لقيه لان ليه بتساوي اثنين x1 زاد x2 لان هي المحيط اللي بيحصلها اللي بيقوم البانشنغ طيب وهكذا هتلاقي في ايه? في كل الحالات. نفس الكلام برضو هنا اهو. طب هتلاقي هنا اكس واحد مرة واحدة. ليه? لان هي دي بس لها تقاوم. طب ناحية تانية ما في فراغ. مش هيقاوم اصلا. طب في الجوانب. في اتنين اكس اتنين. اه في هنا وفي هنا. طيب هتلاقي الكلام يعني بديهي جدا ما فيهوش اي حاجة في المنطق دي. طيب دلوقتي هنبتدي بقى نعمل ايه? ديزاين الكولوم من الكولومز. اللي كانوا عندنا في المسألة دي. الكولوم بتاعنا دا كانت نسمه C1. لو تلاقتني البلان مبسيط. في policy الليليل قبل ده. هتلاقي اني باشاور لك علي C1 وقول لك هو دا C1. طيب. C1 دا هتلاقي مغاطي هو في sensor فهيبقى ايه شايل مِسسنطر للسنتر. اللي هو 6 متر في التجادي دا. وشايل مِسسنطر للسنتر في التجادي برا عن طول العمود مضروب في مجموعة عليه ايه مجموعة عليه الدبس طبعا كتبت لك هنا اهو ال ايه بكام ال بكام الدبس بكام ال بيتا بكام كل الحاجات اللي انت محتاجة. ماشي ااا جبتهم جبت البي نوت جبت الاريا بانشنج قرفت الجيب الايه اللود اللي هيعملك بانشنج بايه بان انت عملت ايه جبت الاريا لود انت رحت منها الاريا بانشنج دربتها في الوزن الاسلاب الالتومت جبت اللود اللي هيعمل لك بانشنج طيب بعد ما جبت اللود اللي هيعمل لك بانشنج تبتدي تعمل ايه تتربه في عشرة بور ثلاثة عشان تحوله من كله نيوتن لنيوتن ما تنساش البيتا فاكتور اهونا قلتها كزا مرة البيتا ده اللي هو المومنت فاكتور تقوم ايه كاتب واحد وخمس شر لانه ده عمود في السنتر تسمع على كاب على البي نوت في إلتبس جبت مين جبت قيمة شير ايه ليلا للا بنشنج استرس طيب جبت قيمة البانشنج استرس تعمل ايه نعم ايه مأنا جبت قيمة البانشنج استرس تقسم اا قصде جبتي بتقارثها مع مع معنين تقارثها مع Linked 不ونشنج استرس طب ايه اللابل بنشنج استرس على العموم. بيعتمد على حاجة واحدة. بيعتمد على الخرصانة بس. المعتمد على ان الخرصانة بس اللي هتشيل البنشنج. والكلام ده غير صحيح وتعدل في الكود في اخر تعديلات الكود. المعدلات دي مبقيتش هي دي بس المعدلات. لأ. بقى مدخل الفكتور الحديد. الحديد كمان بيقوم البنشنج. مش فيه حديد داخل الاسلاب ده. هل لما هيجي يختارك هيقابل 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 سقفه بس. مش هيقابل طبعات حديد. مش هيقابل شبكتين حديد. اه لا ده هيقابل شبكتين حديد. فالحديد يدخل في الاعتبار. ده ده على حسب الكود الجديد. طبعا احنا بنحل هنا بالمعدلات دي. بالمعدلات الموجودة دي. انا بس بقولك ان دلوقتي يعني الحمدل المعلومة تقدم الواحد فايه فبيوصلها. مش اكتر. واحد عايز يحل مسألة ينفض المعلومة دي خالص اهو. اهو. اه دي حل المسألة. ده عندك ايه? دي عندك الالول بتاع. الالول بتاع البنشنج ستريس. في حالة. ان هو اللي بيواجهه الخلاصانة بس. طبعا عندك زيروين تمانية. في الالفا. الالفا دي اللي هي ايه? بتفرق طبعا معاك زي كان هوا في السنتر او في الاتج او في الكورنر. اه دي برضو ايه? بتبقى ايه? بتبقى ايه? نتيجة الايه? المومنت. هلا حسابي المومنت. بعد كده الديبس متضربة في الديبس على البي نود زي ايه? طبعا الكلام ده احنا اصلا كلمنا فيه كتير في الفاونديشن. فانت عارف كل القوانين دي تبتدي ايه? تجيب اصغر واحد فيهم. وده يكون معاك ايه? ده الاول بتاعك. اه حسبة الاول بتاعك لقيت ان الاكتشول اكتر من الاول. معناها كده ايه? معناها ان هي انصيف. طب لما تبقى انصيف ما اكفل انت هتعمل ايه? تقول له كده كلمتين دول. انصيف. وتقول له اختيار من الاختيارات اللي قدامك دي. انكريزة السمك السقف. انكريزة كولوم ايه كولوم ديمينشنز. ايه. ايه. يوس دروب panel. ايوس كولوم هيد. يوس دروب panel and كولوم هيد. الاتنين مع بعض. تمام دي كلها حاجات تمنع البانشنج. تمام? سيف ماك في البانشنج. فتختر حاجة بينها وتقول له ايه او تقول له كلهم انت ومزاجه. او تقول له انصيف. يعني واختيار واحد من الاختيارات دي. في ايه? فمش فرعة. المهم هي انصيف مش محتاج ان ان انت ايه تسيفها. يعني انت مجرى تقول له انصيف واعمل حل من الحلول دي. تمام? تمام. طيب دلوقتي احنا خلصنا البانشنج خلصنا كل حاجة موجودة عندنا في الاسلاب بتاعنا. محتاج تعمل ايه? محتاج ترسم. طيب قبل ما ترسم الباشوانس كان قال بعض الملحوظات. عشان تخليك سريع في الرسمة وترسم رسمة دقيقة وكويسة. قال لك اول حاجة تبتدي ايه? تحط الاكسس بتاعتك وتحط تانية حاجة تعمل هاتش بتاع العمود. ما تنساش يعني برضه دي الحاجات تبت يعني بيبصوا علي. هي من الخате بتاعك اina خمسة واربعين درجة. طيب واحد يقول لي خمسة واربعين درجة ازاي? اهو كده. محدش يتريع دلوقتي ان انا بتكلم في الخمسة واربعين درجة الى خمسة واربعين درجة دي اهي. من خمسة واربعين درجة اهي مفسرابين الثانية دي غلط اتفقنا دي الصح! رسمت الهاتش بتاعك죠 لترسم الاتجاه 2 تسالح 3 واحدة واحدة في الاتجاهين. يعني كولوم ستريب وفيلد ستريب في اتجاه الاكس وكولوم ستريب وفيلد ستريب في اتجاه الهوي. طيب هو ممكن يطلب منك اصلا في النباحان يقول لك ايه? معناها بتجيب نص تسليحة اللي تلقلك في كولوم ستريب وتحطه فين? على الطرف. تبتدي ايه? تصلحوله وخلاص. اه ممكن يكون طالب منك اصلا تاخد بالك من اللي هو طلبه. طفعا لو هو طلبش منك حاجة تبتدي تعمل ايه? تجيب كولوم ستريب وفيلد ستريب وتسلحه. في اتجاه الاكس. طبعا معامل نفس الكلام كولوم ستريب وفيلد ستريب في اتجاه الوي وتسلحه. وهذه رسمة التسليح. وباذن الله باذن الله هحاول في اسرع وقت اكون اعمل فيديو اشرح فيه تفاصيل التسليح لكل انواع البلاطات اللي اخدناها. وحتى كولوم هحاول ايه? الاممهم كده. والستيرز وكله في فيديو باذن الله هحاول لانزله يعني في الاوقات اللي احنا فيها دي. يعني التسليح مهمة جدا ودقة التسليح مهمة جدا ان انت ترسمها. الدكتور بيحسب عليها محاسبة كبيرة ومش الدكتور بس ده اصلا منتج بتاعك كمهندس. انت المفروضة تطلع ايه? انت الراجل الراجل في الموقع او او الناتج شغلك اللي هيوصل منه اللوحة. مش هيوصل منه الحسابات اللي انت حسدتها. طبعا الحسابات تكون دقيقة. طبعا اهم حاجة اللوحة تكون منظمة. اللوحة انت ممكن اللوحة ترسم رسمة تضيع كل الحل اللي انت حليته. تمام? تمام. طيب تلوقتي اتكلم كده عن تفاصيل التسليح بسرعة يعني. وباذن الله لينا قاعدة في التسليح في فيديو كده خاص بالتسليح. تمام. بتجيه تسلح من ايه? من وش العمود لوش العمود. ده بيكون تسليح بيشيل البوستف مومنت. نفس الكلام اهو. تاني برضو. من وش العمود لوش العمود. ودي اهو كمان. طيب تمام. ده كده انت شيلت كل البوستف مومنت. طيب تمام. دلوقتي عندك هنا ايه? في مومنت هنا اللي هو ايه? بيكون على طرف البلاطة. طب شيلوا. شيلوا بايه? بتسليح بالمنظر ده. طب حتكي تقول لي انا ليه مدتها لجوه كاسنة? شبه الشو كاسنة? اه. هقول لك حاجة واحدة. هقول لك انت قبل كده كنت بتعملها مش كده ما كنتش بدخلها لجوه ليه? لان كم عندك دبس الكاميرا كبير تقدر تدخل فيه الالي بتاعك. طيب هنا. لا ده السمك بتاعك سمك السقف. ما عندكش اصلا كاميرا تدخل فيها الديفلومنت لينز. فانت بتدخله في السقف. بتكمل. بتمد طول الرباط بدخله في السقف. دلوقتي تسليح اساسي برضو طبعا هنا في النص كده ما فيش نيجاتف مومنت اصلا. ما بين الكولومستريب والكولومستريب التاني. ما فيش قيمة نيجاتف مومنت. فيه فين? فيه هنا. قيمة نيجاتف مومنت. فوق الاعمدة. فتبتدي ايه? تحط فوق الاعمدة. ااا تسليح. وطبعا ده هنا اخت اللي كانت هناك. تمام. طيب انت كده بتقول لي ان فيه في الفيلد السريب في النيجاتف مفيش اي تسليح. لأ. يبقى حط تسليح. حط تسليح اللوة ايه? مينموم غالبا انا بيكون انا مش متزكري دلوقتي القيم. اه اللوة خمسة فاي عشرة. تمام خمسة فاي عشرة في المتر. تم حطيتها بس تحطها ايه? منقطة كده بالمنظر ده. ده يجد. تمام? اهو. اللي انا حطه هنا ده. كده انت كونت شبكة حديد سفلية وعلوي. سفلية اهو غطيت كل البوسطف وعلوي. تخطيت كل نيجاتف وزيادة كمان. حطيت نفاش نيجاتف حطيت فيها تسليح. كده انت كونت شبكتين حديد. شبكة سفلية وشبكة علوي. ده في اتجاه مين? في اتجاه اكس. دي كله مستريب طبعا. لو جيت للفيلدستريب هتلاقي اخت. يعني نفس اللي انا عملته في الكلومستريب عملته في الفيلدستريب. بس ايه? قيمة تسليح طبعا مختلفة. تمام? تمام. طيب. اه قيمة تسليح مختلفة ليه? يا ابونانا على المومنت. المومنت اللي طالع لك هتتسلح ببناءنا عليه. طيب كده انت كونت شبكة حديد علوية وصفلية في اتجاه اكس. طيب في اتجاه هتعمل نفس الكلام. الف مبروك التسليح كده خلص. مش اكتر من كده. طبعا بتكتب له سمك السقفة دي. طبعا بتكتب له من الحاجات معلش غالبا يعني انا ما كتبتهاش. بتكتب له سمك السقفة دي. بتكتب له اه التسليح بتاع كل سيخ من دول. بتكتب له رقبه. انا بس ما كتبتوش لان الرسمة كتبت دخلها في بعضها كلها. انا مش نسيته. انا مش كتبه قصل عشان خاطر. الرسمة كرفرة اداخلة جوا بعضها. انما انت في الامتحاء انترسل بسكيل كبير. توصع الرسمة بتاعتك. توضح كل سيخ حديد. جايب خيمته كيم يتفقنا. اه تبقى كاتب بصوم كساة في طبعا قد ايه. اه تبقى كاتب كمان عرض الفيلدستريب قد ايه. وعرض ايه? الكولومستريب قد ايه. يعني انا مسلا هنا كاتب لك مساونا بين الاكساء. طيب. في الاتجاه التاني ممكن تعمل ايه? تجيب المسافات دي. يعني انا مسلا هنا مش كاتب اي حاجة? لا انت بقى ايه? خليك كويس. مش مانس كم بيعمل الحركه دي. اتبقى عامل ايه? جايب تكتب له طبعا مسافيته. وهكذا في كل جزء. تمام. ندخل على التوتوريال الخمسة وشهر. معلش الفيديو ده يبقى طويل شوية. بس اهو تلت توتوريالات وعلى بعض كده. عشان يبقى كامل على بعضه. ماشي. دلوقتي التوتوريال ده نتكلم فيه عن ايه? عن الدزاين بتاع كولوم في الفيديوات. طب ايه الاختلاف? الاختلاف ان هنا بقى ايه? بقى فيه مومنت جاي من السقف. المومنت جاي من السقف بقيمة كبيرة. طب القيمة دي هتبطيقى تحسب المومنت ده جاي قدي ايه? هتبطيقى تشوفه. طبعا اتفقنا لو العمود على الاج بيكون علي مومنت اكتر من السنتر. طب العمود في الكورنر اكتر من الاثنين. طب هنا على ايه? لان هو بقى فيه لود من ناحية وما فيش لود من ناحية التانية. طبعا. اتفقنا. لو بقى فيه لود من ناحية واللود من ناحية التانية. خلاص اللود اللي هنا هي لاشي اللود يعني اللود ده هيجيب مومنت واللود ده هيجيب مومنت فالمومنتين هيلاشه بعض. انما لو بقى فيه لود من ناحية واحدة ده هيسبب لك مومنت. مايش هيلاقي حاجة تلاشي غير العمود. العمود يبتدي يلاشي المومنت دي. تمام. خلينا مع بعض كده ونتكلم واحدة واحدة. فكده انت هتجيب الانترنال كولم. الكولم اللي ايه اللي في النص. طب الكولم اللي جوه. عندك حالتين. حالة ان يبقى العمود بالكامل عليه. وفي الحالة دي هيبقى زي ما احنا شايفين كده. لو جيت مثلا. مثلا. انت بتحسب المومنت اللي هي ماشية كده دي. فالمومنت اللي هي ماشية كده دي. ليه المومنت واي. ليه وفقية. المومنت واي طبعا. احنا على رأسه عارفنا. هتلاقي هنا ايه توتال لود وهتلاقي هنا توتال لود. طيب ايه اللي هيسبب لك مومنت? مفيش. هيبقى عندك دي كيس. كيس. الكيس دي بيجيب لك ماكسموم نورمل. ماكسموم نورمل ليه? انت بحمل اقصى تحميل. في كل الاجزاء. فدي يجيب لك ماكسموم نورمل. فالمومنت عندك هيكون بكان بزيرو. مش هيكون في اي مومنت. غير طبعا لو في مومنت جاي منين من الباكلينج. انا تكلم عن مومنت جاي من اللي اسلاب لأ مافيش. يعني المومنت اللي هنا هيzugلاج المومنت اللي هنا وخلاص وخلصا. انت ما ممكن هيكون عندك مومنت найتيجي الباكلينج. ده تصمم عليه. طيب. انت ما هيكون عندك ايه ماكسموم نورمل. اللي هو البيو بتساوي طبعا ايه. مساحة البلاطة. مساحة المتشالة يعني مضروبة في ديه. في البلود بتاع البلاطة مضروبة في عدد الادوار مضروبة في واحد بوينت واحد ده عشان خاطر انت ايه لو انت مش معاك ابعاد العمود طبعا لو معاك ابعاد العمود بقى ايه بضيف عليها اا وزن العمود ماشي تمام طيب دلوقتي الكيس التانية بقى ان انت تبقى محمل جزء توتال لود وجزء التاني زيرو بوينت تسعة ديت لود الكلام ده لو نفتكر كنا بنعمله في كونكريت وان عشان خاطر توصل للكريتكال مومنت اقصى قيمة مومنت ان انت يبقى هنا مفيش ديت لود يعني ديت لود اقل حاجة حتى زيرو بوينت تسعة ديت لود وتوتال لود هنا حاطت ضيق لايف لود وحاطت مش دي كيس ممكن تحصل ممكن تحصل طبعا تمام فتقوم ايه عامل تجيب منها الماكسما مومنت طب الماكسما مومنت بقى ساعتها بيكون ايه بيكون زيرو بوينت فايف من الكولوم ستريب طبعا انت عندك كدا كنا بنسميها II في اتجا إكس فديكم يكون قلم لس slaughter ex طبعا المومنت اللي هو في التجا ده بنسمى tempo مع العمول فهتدرب الكلوم 들어 �inde никогда في كده في زيرو بوينت فايف تجيبε Lag'm why نفس الكلام تجيبال اتفاقنا؟ اتفاقنا طبان انت عايز تجيبي اللود الت ELLimer LEAD He oulstre min load هيكون الوزن في نص الاريا يكون والوزن في NgTA زائد وزن الدد طبع مضروب في مصدرية التاني زائد وزن العمود تمام وزن العمود لو انا لو انا ايه لو انا عارف اجيب مضروب في اف ان اللي هو عدد الهضور كويس جدا طب اج لو هو عمود على الطرف لا ايه حالة واحدة لان انت مجرد ما حملت ده اتجيب ماكسما مومنت يعني هتجيب تقدر تجيب ماكسما مومنت كده اعظم المومنت اللي هتجيب اكيد هتجيب ماكسما مومنت طبعا لان كده كده ما فيش هنا اي حمل فهنا حملت اكتر 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 حمل فهي هتقدر تجيب اقصى قيمة مومنت طيب ساعتها المومنت بيساوي ايه ساعتها ناخد بالنا ان هو في الناحية الناحية اكس عمو نبص كده ام اكس ام اكس دي اللي هي ناحية دي ما هو دي ام اكس اتفقنا صح ناحية اكس ده كده كده بيعتبر كورنر او يعتبر يعني شايف الهوى هنا في هوى مجرد ما حصل كده يبقى ايه المومنت كبير زيرو بوينت تسعة طيب لو هو لو شايف الواي لو في الحالة في الناحية دي دي ام واي قصدي مش شايف قصدي هوا يعني من هنا بلطة ومن هنا بلطة هتدي تقول ايه زيرو بوينت فايف في الام اكس مقسومة على ايه على الاثنين طب ليه على الاثنين لان الكولومي سترب في الحالة دي نص كولومي سترب دي مش كولومي سترب كاملة اتفقنا اتفقنا طبعا الكلام ده ممكن يتعكس لو ايه لو العمود اتجي اتجي في ناحية التانية لو العمود هنا طبعا كل الموضوع ده يتعكس أو لو العمود هنا لو العمود اتجي من ناحية دي هيبقى بس بدلا بتكتب ام اكس اكتب ام واي وبدلا الام واي اكتب ام اكتب ام اكس كده دي قوانين بتاعتك ايه مش قوانين ايه انت المفروض تبقى اعرف ان الدنيا مش تسهل ماشي يعني ما تتخدهاش كقوانين وايه دي حفظه ايه ماشي بيكون اللوت مضروب في ايه في الاريا بتاعتك فعدد الادوار في ايه في واحد بوينت واحد الكورنر نفس الكلام بس بقى ايه شافي لها من ناحايتين فبقى نفس الحركة يعني مش حول ماشي دلوقتي قيمت المومنت اللي انت جبتها دي ايه هي القيمة دي بالكامل انتفقنا القيمة دي بالكامل طيب بايس طيب انا عايز اللي على العمود الواحد يعني انا عايز الحتة دي بس طيب الحتة دي بس قد ايه الحتة دي بس بتقسم المومنت الكبير ده على حسب الايه الاستيفنس الاستيفنس بتاع العمود ده لو العمود ده اقوى من العمود اللي تحته لا ياخد مومنت اكتر على حسب العمود قوي ولا مش قوي طيب نعرف منين و توزع العزوم على الاعمال تبقى ان الفرق L Stifnes Stifnes لهو عبار عن A If i L طيب شيل معلش L وخليها H ليه انها ارتفعت طيب شيل برضو المدرس الفلسسيستي لانه هو واحد ليه واحد لان كلها خرصانة الخرصانة كلها ليها مدرس الفلسسيستي واحد الماتيريا للواحدة بيكون ليها مدرس الفلسسيستي واحد تمام الامبسي واحد لو عايز تجيب المومنت اللي على كولوم واحد تجيب المومنت التوتل اللي انت جبتها عندنا النقطة دي تضربها في مين في I1 على H1 وتقسمها على I1 على H1 plus I2 على H2 طيب انت على فكرة غاية ما جبت المومنت اللي على كل عمود انت كده خلصت هو مش يطلب منك اكتر من كده في الامتحان وكمان كمان يعني البسونس كان بقولك لو انت مثلا مستدقل ان انت تعرف فرق الستفنس ده بيجي ازاي انت مجرد كتبت له الجملة دي هيعرف انك فاهم وخلص مش محتاج حتى كمان تكتب له ده مش محتاج تعمل له ده مجرد ما تكتب له الجملة دي كده انت خلصت اللي هو عايزه غالبا ده اللي هيتبه في الامتحان تمام انا مش بقول الكلام ده اكيد هو كلام ده اللي اسمعته تمام ماشي انما كبقه حل كواحد بيحل وكده واحد في مكتب او واحد بيحل اي ان كان بيعمل ايه ايه اللي مفروض يتم بعد ما جبت المومنتز تبتدي تصمم تصمم كيس وان اهو كلم ده احنا بانطبق على كولوم انا اهو جبت هنا اللوت جبت المومنت في زيرو ده كده كيس وان كيس تو اهو جبنا اللوت جبنا المومنتز الام اللي فتجاء اكس والام اللي فتجاء واي واتبتدي ايه تبقت بفرق الستيفنس ووزعت بفرق الستيفنس وبقى كين المفروض نعمل ديزاين لمن لكيس وان والكيس تو وناخد اللي هيدينا مين اللي هيدينا اهلا تسليح انا تتلات يبقى مع القطاع عليه مع نورمل تحمله عادي زي ما كنا بناخد كولمز قبل كده والقطاع ده تتوقيت تحيله o case 1 و تتوقيت تحيله o case 2 و تتوقيت شوف الله تديك تسليح اكتر خلاص يعنا عشان لو خاطر o case 1 اتحققت فهو safe case 2 اتحققت فهو safe برده تمام طيب اللي اتعمل هنا في التوطوري الي قدامنا عملنا o case 2 بس عشان خاطر الوقت يعني كيس 1 خلاص انت تعرف تعملها يعني ما هو نفس الكلام طيب ماشي دلوقتي هو تشيك الباكلنج طبعا نجيب باكلنج عشان نعرف لو في مومنت ناتجة كمان ناتجة الباكلنج نضفها طيب تماما ده عادي دلوقتي اللي ماسك العمود فوق هو السقف اللي هو 0.24 مش الكاميرا زي لان هنا هو اشفي كاميرات خلاص واللي ماسكه تحت اللي هو عمود دور ارضي ماسكه تحت الاساس طبعا الاساس هيبقى فكسد السقف هيبقى هنج لان ايه لان في البيديو داريكشن اللي هو بزيرو بوينت اربعة فزيرو بوينت اربعة اكتر من زيرو بوينت اربعة واشرين فدي كبه تكون هنج اللي عنده مشاكل يبقى يرجع يراجع توتوريال الكلب ماشي جبنا كي افترضنا طبعا ان هي ان بريزد غالبا اه غالبا انا اريد جملة كده ان هو ايه طالما فلات سلاب على طول يفترض ان بريزد ان بريزد تمام مش ميديك حاجه اسيوم ان هي ام بريزد تمام ماشي جبت الاتش نود اللي هي عبارة عن الفلور الاتش فلور اطرح منها سمك السقف كده انت جبت ايه الكيلير هايت ابتدي اعمل ايه جيب اللامضة بتاعتك بقانون العادية بتاعتنا اللي هو عبارة عن الاتش اي اللي هو الاتش نود سمك السقف اللي بتحسب حوالي هتعرف ازا كان هيحصل له باكلنج ولا لا عرفت ازا كان هو هو فعلا هحصل له باكلنج لان هي طلعت 12.22 وهدي اكتر من 10 كده معا ان هو هيحصل له باكلنج وهيبقى ده كده هيحصل له فلير ده كده ان صيف تمام ده تقول له كبر ابعاد القطاع نما لو هو اكبر من 10 وما بين 10 وبين 23 لا ده هيتعمله ديزاين بس تاخد بالك في اعتبارك الاتش نال مومنت طيب الاتش نال مومنت الاتش نال مومنت الناتج من الباكلنج ده هيكون عبارة عن ايه هيكون عبارة عن دلتا بي اللي هي دلتا بي دي اللي هي مسافة اللي تحركها ايه ده القانون بتاعك كلمنا فيه قبل كده بيكون عبارة عن البي بتاعتك مضروفة في اللمضة بور اتنين على الفين جبت المسافة عايز تجيب المسافة دي وتضربها في مين تضربها في اللود بتاعك جبت المسافة وضربتها في اللود طلعت ايه طلعت المومنت بعد ما طلعت المومنت تقدر تعمل ايه تقدر تعمل ايه في تي دايريكشن تي دايريكشن تبتدي تجيب اللمضة تي اتش نود مضروفة في الكي مقسومة على 0.8 اللي هو الاتجاه بتاعك بيساوي 6.11 اللي هو ايه اقل من 10 ده كده بعد كده ترسم القطاع بتاعك القطاع بتاعك ده كان عليه اصلا مومنت كام كان عليه مومنت مائة وعشرين موينت سبعة خمسة دي اللي احنا كنا جايبينها اه لا دي الادشنال معلش المومنت اللي انا كنا جايبينها كانت كانت 65.2 تجمع عليها الادشنال كده جبتين طب الاتجاه التاني لا ما كانش عليها اصلا يبقى ايه 48.2 كده الكلام كويس جدا تبتدي تعمل ديزاين عادي طلع عليه مومنت في الاتجاهين فبتدي تجيب الا داج والبي داج اللي هو بتطرح بس كفر واحد وتقارن ما بينهم تلاقي واحدة اكبر من التانية تبتدي تصمم على الاكبر بس تصمم عليها باعتبار بتدخل جزء من المومنت الصغيرة طب بتعمل ايه اهو ام ايكس داج بتساوي الام ايكس بلس بيتا في اي داج على بي داج مضرورة في الام وي طيب البيتا دي اللي هي ايه اللي هي بتجيبها من الكه جبت الكه اللي هو 0.38 جيب منها البيتا من ال ايه التابل طبعا انا كنتم دهولك فوق قبل كده تمام جبت البيتا معاك ال اي داج ومعاك البي داج تقدر تعوض وتجيب من الام اكس داج جبت الام اكس داج تقدر برضو تجيب الفكتور اللي هو التاني انت بتدخل بالكه وبتدخل بالفكتور ده اللي هو الام يو على الفي سيو في البي في تي سكوير طيب كويس دي اللقتي بتجيب برضو الابسلون الابسلون دي بتكون ايه اللي خزيو 500 مينس 50 على400 الربعمية دي اللي هو المسافة اللي حصل فيها الباكلنج الباكلنج ده حصل في ايه حصل في الربعمية في اتجاه الزغير في الربعمية راح ات منها كفر كفرين معلัش 25 منين قOSE و25 منين واسمها على 400 طلعت الابسلون بتاعتك تختار الاشارت بتاعك طبعا انا فكرة الفايل ده ده فايل جديد اللي انا بشرح منه ده فايل ده فيه كل توتوريالز ان شاء الله هينزل لكم قرائب بإذن الله بإذن الله النهاردة بالليل بإذن الله يكون الفايل ده مرفوع عالجروب عشان بس بيراجع على الحاجات اللي فيه لو فيه اي خطأ ولا حاجة سيبدأ يضيف عليه طبعا في الفايل اللي انا فتحه ده المناسبة اللي انا بكلم بها دلوقتي دي ان انا ايه معاك دلوقتي الانتراكشن دياجرامز كلها كلها مفيش انتراكشن دياجرام غير مو معاك جايبهم من كتاب دكتور مشهور غنيم موجودين في اخر السلايدز تمام تقدر تدخل بالإبسلون بتاعتك وتدخل بالك وبالميو على الفي سيو في البي في تي سكوير ناخد بالنا انا قلت الجملة دي كتير وفي ناس بتتلقبط فيها لغاية دلوقتي اللي بيتربع مش التي القانون بيبقى مكتوبة فيه تي القانون لو خدت بالك في الليتشارت بيبقى مكتوبة فيه تي سكوير بس انت ربع مش التي اللي بيتربع اللي هو الاتجاه اللي حصل في الباكلنج ايا كان اذا كان تي او بي انا هو حصلاني الباكلنج في تجاه مين البي فالبي هي اللي بقى سكوير تفقنا ماشي فدلوقتي انا بقول لك ايه بقى انت جيبت الفاكتورز دي تقدر تدخل بيهم في الاي في الانتر اكشن دياجرامز اللي موجودة عندك في اخر الفايل ده هنزل وقى الروم لك بعد ما نخلص جيبت الرو بعد ما جيبت الرو تعمل ايه تجيب الميو الميو اللي هي اربعة بوينت تلاتة في عشرة بور نجت في اربعة في خمسة عشرين اللي هي جيبت الميو جيبت الميو بتقدر تجيب الاريا ستيل مجرد مضربت الميو فبعد القطاع جيبت الاريا ستيل في مشكلة ما فيش اي مشكلة جيبت الاريا ستيل تبتلي توزعها على القطاع هكلم مع ان تفاصيل التسليح ده ولا اقول لك انا هقول دلوقتي المسافة ما بين كل سيخ والتاني ما ينفعش تقل عن سبعة سنتي ده عشان ما يحصلش ايه ما يحصلش تعشيش تمام طيب ايه تاني المسافة ما بين السيخ المربوط والسايب ما تزيدش عن تلتمية ملي لو تلاتين سنتي طيب ما بين مش مربوط ومش مربوط ما تقلش عن مية وخمسين ملي ليه خمسة وشر سنتي كويس ايه الكلام ده ايه طبعا بقى بتحط الكلام بتاعتك بحيس توفي الشروط اللي انا قلتها دي اتفقنا ماشي طب ايه الحل مثلا لو طلق لي التسليح بفرق ما بين السيخ والسيخ اقل من سبعة سنتي تقدر تفترض كترة اكبر افترضت كترة اكبر عدل السيخ قل معنا ان عدل السيخ قال ان المسافة ما بين السيخ والسيخ زادت بقت اكتر من سبعة سنتي كده انت خلصت الموضوع ماشي طيب في الامتحان ممكن يقول ايه تاني ممكن يطلب منك في الامتحان ديزاين للمارجنال بيم طيب الديزاين بتاع المارجنال بيم ده ايه بيم عادية خالص كنتينوس بس تاخب بالك من حاجة مثلا ايه ده البلاطة بتاعتك المارجنال بيم اعطار في هنا مثلا اهي هنا المارجنال بيم دي شايلة ايه ده زبان هنا فيه صفة اعمدة مثلا صفة اعمدة فهي ده زبان بتاعها طب شايلة اعدي منه شايلة ربعه يعني المسافة دي ربع ربع الحتة دي ربع اتفقنا ربع اللينز بدت تجيب الوزن اللي عليها وبتدي تحسبها وطبع بيكون عليها تورشن تبتدي تحسب كل حاجة عليك كأنها بمعادية خالص بس غالبا هو يعني يعني مش هيجيب لك ديزاين كامل بتاعها مجرد جيبت له اللود كده خلاص مش هيكون يعني مش دنيا ان شاء الله مش هكون معقدة في الامتحان دنيا هتكون محتاجة سرعة واحد حل كتير بيدي حل كتير بيديك وطبعا اه اللي يعدي على عفكار كتير طبعا ده يبقى متمكن اكتر اه يعني وربنا يوفق الجميع طبع دي الانتراكشن ده جرامز بس مستني مش راضي ارفع الفايل غير لما بازبط حاجات معا هنا في الفايل وايه والباشمانز برضو بيبص عليها الفايل اه دي الانتراكشن ده جرامز كلها من الاول الاخر هتلاقي وغدا تلاتين سلايد اكتر من تلاتين كل الانتراكشن ده جرامز الموجودة تقدر تستخدم الانتراكشن ده جرامز اللي تحبه تقدر تطلع دلوقتي هنا في اول الفايل فاول الفايل ده هو الفايل ده في كل التوتوريانز فاوله تقدر تجي هنا الصفحة اللي فيها الكونتنت تقدر اه بكل سولة تدوس على اي اه درس انت بتاخده انت دلوقتي عايز تذكر وليكن بانال دي بيم تدوس كده بس هنا خلاص اتفتح لك التوتوريان بتاع البانال دي بيم بدلا ما تحاير نفسك وتقول كان البانال دي فيهم التوتوريان الكام والحوارات دي اه ان شاء الله الدنيا سهلة شوية انا بظبط بس حاجات معاينة في الفايل والباشمانز برضو بيشوف بيراجعوا وان شاء الله اي هيكون عندكم في اقرب وقت اه فلاس تلاب برضو تقدر تدوس عليه اي حاجة تقدر تدوس عليه اجيبها لك اه لو انت مسلا مش عارف الجروب بتاعنا على الفيس تقدر تدوس عليه كده هيفتح لك على طول لينك الجروب لو انت وصلك الفايل بس مش معاك الفيديو مجرد ما هتدوس هنا هجيب لك كل الفيديوهات اه ربنا مفقكم جميعا دلوقتي انا بس عايز اقول حاجة ده ده كده اخر فيديو اتكلم فيه عن التوتوريالز دي كده كل التوتوريالز اللي خدناها ان شاء الله وده كان اقصى حاجة قدر اقدمها يعني حاولت على قدر الامكان اه اوصل كل حاجة اه اعرفها انا طالب زي زيكم امدعا يعني اه ما حدش اداء مني لو قصرت في حاجة ولا لو اتاخرت عليه في حاجة ولا لو مسلا كان مستوى الشرح ما كانش اه 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 ادل مطلوب انا طالب زي زيكم حاولت بس اساعد اه دلوقتي دي كده اخر حاجة كان معنا في التوتوريالز اه مش المطلوب منك التوتوريالز بس انت واحد بتاخد المادة انت مطالب اللي تقال كبان في المحاضرة دي التوتوريالز توتوريالز او بان اكريمه البشواندس لان معنا يعني كتير جدا انما برضو مش ده و بس في حاجات مسلا الدكتور بيقولها زي ده بسلا في المحاضرة ولا حاجة وقت التوتوريال مش هيسمح ان هو يجمع كل اللي بيتقال في المحاضرة هو كمان مش مطالب ان هو يشرح اللي تقال في المحاضرة تاني هو بيدي افكار معين فالواحد مطالب بان هو يفتح برضه المحاضرات عشان بس انا بقى قلته كل حاجة في ضميري اه عشان خاطر ايه ما ما وانا بقى اى كانت اى حاجة لمちょب مطالب بس. توتوريالز زاد محاضرة زاد أسايمينز الاسايمينز احاول باذن الله لو ادرطت اعمل مود الانصر لأسايمينز 3 والما في السايمينز الفلاتس لاب والستيرز والبنالدبيم وكلام ذه وله وكلهم لو ادرطت باذن الله في الفترة دي اعمل بازن illى هسجيل فيديو有一اشرح كل حاجات ازاي لو ما قدرتش ادي معك التوتوريالز اللي انت مطلب بيه في الامتحان محاضرات التوتوريالز أسايمينتس الأسايمينتس أنا نزلت أسايمينتس هنا وأسايمينتس تو فيديوهات التسليح أنا عشان وعدت بيها بإذن الله بإذن الله هحاول في أغرب وقت تكون نزلة فيديوهات بتتوضح التسليح على قدر المستطاع على قد مقدر أنا طالب زي زيكم تمام وفي ناس فيكم أفضل مني كمان بالمراحل الحمد لله الواحد قدر يوصل اللي يقدر عليه تمام يا رب نكون قدرت أساعد في أي حاجة وربنا يكرمكم جميعا وإن شاء الله في الامتحان الدنيا تكون بسيطة الناس بستركز بالتسليح لأن التسليح دي حاجة مهمة جدا دكتور بيبقى حاصل عليها دراجات كتير أهم حاجة عنده التسليح خطوات الديسايم نفسها طبعا تحلها طبعا كلما تحلها بدقة كلما الموضوع هيبقى أفضل في التصحيح إنما لو في خطأ كده ولا كده في الدرجات في الأرقام مش هتتحاسب عليه قد التسليح التسليح أهم كتير ربنا وفقكم جميعا يعني بتأسف عن أي تأصير وربنا هيكرمكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته